فلسة عامة في مجلس نواب الشعب للموافقة على مشروع لائحة بشأن المطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا كثة الحرة تطرح المشروع والجبهة الشعبية وحركة الشعب والوطني الحر والأفاق يتبنون اللائحة على نحو علني ورسمي يعود مطلب تجديد العلاقات مع الدولة السورية ندفع نحو إعادة العلاقات مع سوريا على أساس أنه القرار الذي صار في زمن ترويكا وفي زمن الرئيس السابق الدكتور محمد بنصر مرزوقي كان أضر بالعلاقات ما بين الشعبين السوري والتونسي وفتح المجال وأعطى الغطاء الشرعي لتسفير المئات والألاف من الإرهابيين التونسيين للأسف إلى الشقيقة سوريا وعانت منهم معانا منه الشعب السوري والدولة السورية الأمرين وبالتالي قدنا نحن كنواب شعب نحاول أن ندفع نعمل ضغط شعبي وسياسي إيجابي فتح ملفات شبكات تسفير وتورط مئات المقاتلين في الآزمة السورية فضلا عن معاناة نحو خمسة ألاف سوري في تونس وعدد من الإشكالات بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تستدعي جميعها بحسب المتابعين إعادة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وتونس في الوقت الذي تتباين فيه الأراء بشأن جدية مجلس نواب الشعب في التصويت لفائدة عودة العلاقات ولسيما في ظل معارضة حركة النهضة وبعض الأطراف الحاكمة لمبدأ عودة العلاقات نحن نرى أن فتح صفارة سوريا سيساعد تونس على مقاومة الإرهاب لأن مقاومة الإرهاب لا يمكن أن تكون إلا بالتنسيق مع سوريا على أعلى المستويات نتمنى أن كل أغلب النواب يصوتوا لأنه يحكوا بالخفاء غير أنه يحكوا بالعلن في داخل الجلسة فمنتمنى الأغلبية أن يصوتوا لهذا القرار لأنه يكفي مهاترات بهذا الموضوع إلى الرابع من تموز يوليو المقبل تتوجه الأنظار جلسة حتما ستشهد نقاشات ساخنة بين معارضة تستميت في الدفع نحو عودة العلاقات كاملة مع سوريا وإتلاف حاكم قد تطغى إكرهات التحارف على مصاري قراراته الدبلوماسية ضغط شعبي فحراك سياسي وصولا إلى جلسة برلمانية علنية مرتقبة لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا مطلب يتجدد ويتعظم معه أمل طيف واسع من التونسيين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين إلى نشاطها المعتاد بلا المبروك تونس الميادين